السلام عليكم. زيوكو. قاعد كده بتكلم على فيديو وحط جزة وايه اللي بيحصل فيها. لقيت واحد سايب لي تعليق بيقول لي فين التعويم يا ناجم. قاعدت تقول فيه تعويم وتعويم جاي وكلام ده كله. لحد دلوقتي ما فيش تعويم. ايه اللي حصل وايه السر ان ما فيش تعويم لحد دلوقتي. هي الرجل اللي عنده حق. ولما قاعدت ادور على الموضوع لقيت بعض المواقع كتبة. ليه لحد دلوقتي ما فيش تعويم في مصر. وهل معنى كده ان فيش تعويم خالص. يعني مش هيخصتها ايه تعويم. ولا التعويم ممكن يكون في السكة. هي في تفسيرات كتيرة جدا. بس اغرب قصة كتب النسبالي هي قصة ناصف ساويلوس. ناصف ساويلوس هو الرجل الاغنى في مصر. اغنى رجل في مصر. صروته تقدر بتمانية مليار دول. الرجل ده عمل لقاء مع صحيفة فيانانشل تايمز. واعلي اتكلم فيها انه هو حاليا هيخلي شركة او 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 اي 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 تبيع الاصول بتاعتها. والحقيقة فيانانشل تايمز بتفجر اه يعني اسرار كتيرة جدا تخص ناصف ساويلوس. وتخص ان الراجل ابتدى يتكلي شركة قراسكم تبيع اصولها في ناصر. ايه القصة دي? وهل القصة دي تفرق معاك طبعا تفرق معاك. قال لي بقى لك ناصف ساويلوس هو اخو نجيب ساويلوس. اخو ساميح ساويلوس. ودول العائلة تقريبا الاغنى في مصر حاليا. ودول اللي حاليا بيستسميله في مختلف المجالات في مصر. فلما شركة قراسكم تتكلم على بيع اصولها في مصر. في قصة غامضة. وفي حد ورا القصة دي كلها. وعلى فكرة هي قصة مشووخة جدا. لما تيجي تقرأ المقالة بتاعت. اخبار اقتصادية مهمة جدا على اقتصاد مصري. حضرتك لازم تعرفها خاصة ان كان فيه اخر تطورات زيادة الحد الادنى للاجور والتخطية بتاعته. اللي بيحصل هو التفاصيل. واستعرف. واستعرف. واحاول. لشان اقول لك لازم احطي لك القصة من الاول. قبل اخش في الموضوع قبل اشاف لك التفاصيل. خليني اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا. وهو تشينج مي. حقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية. انا من سنة بالزبط. رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر. والحقيقة كان كل ترشحات وقتها ان لا اطلع برا اعمل عملية برا. انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر. لاني لقيت تكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا. تاني حاجة المركز ده هو صديق مكرر بليه هو اللي قال لي عليه. وقال لي كل الناس عمالها تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي راحت عملية عمليات زراعة شعر هناك. مبسوطين من النتائج جدا. حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة. لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية. وما فيش اي اضرار او اي حاجة سلبية. دي تجربة شخصية. وفر فلوسك. ووفر وقت. وهتلاقي المركز قريب منك جدا. لان هما اصلا موجودين في مصر. مش بس كده. مركز تشينج مي اعز اقولك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة. وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها. سنة بقى باطكس مش باطكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك. تشينج مي هو مكان الصح. سيب الحلقة الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حامل. تابع معاهم. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة للترنتك. واو مرة هتسمعه في ما يخص الدولار في مصر. وهل فيه تعويم وما فيش تعويم. وقصة ناصف سوية بس. الحقيقة انا عاوز ابتدي هل فيه تعويم ولا ما فيش تعويم. خليني اتكلم معك في الحيطة دي. اولا لازم تعرف ان كل مؤشرات بتدل ان فيه تعويم جاي. يعني ده مش تحليل شخصي. دي مؤشرات. خاصة. لو قد تبالك حاليا. هتلاقي ان سعر الدولار في السوداء بعد ما كنا بنتكلم ان هو اه تلاتة وخمسين خمسة وخمسين حتى تمانية وخمسين. لا هو رد تاني لتلاتة وستين. يعني دلوقتي حدنا نتكلم تلاتة وستين واللي قال المعلومة دي مش انا دي جريدة العين الاماراتية هي اللي كان ده سعر الدولار وبنتقول لك على فكرة هو كان تلاتة وستين ونص انخفض اه خمسين يرش وصل دلوقتي لتلاتة وستين جنيه للدولار الواحد. هي السعر ده سعر غريب. ليه الدولار رد في السوداء تاني? هي الدولار فيه ضغط هيبقى كبير عليه خلال الفترة قادمة. ليه? لان خلي بالك انت دخل عشهر رمضان. مستوردين دلوقتي هيحربوا بعض للحصول على الدولار في السوداء. فلازم تعرف ان حاليا سعر الدولار في السوداء في صعود مستمر. يعني هيفضل يصعد. حتى لو نزل خمسين قرش بس هو مفروض طالع اه الفترة القادمة لان الناس عايزت تستورد قبل شهر رمضان. والاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة للسيطرة على سعر السوداء هتبتدي في الايام الجاية دي. احنا منتكلم ان الرمضان هيكون ان شاء الله يعني يوم عشرة مارس او حداشر مارس. لو احنا بتتكلم في الحدود دي. انت مقدمكش غير اسبوعين تلاتة بالكتير. خاص? الاسبوعين التلاتة دول لازم الحكومة تمسك فيهم السوداء ولازم انها تحاول تحد من صعود السوداء. خاص. ليه بقى تحاول تحد من صعود السوداء? لان لو في تعوين فترة قادمة مش هينفع يحصل تعوين وسعر السوداء فارق جامد قوي عن سعر البنك المركزي. يعني انت باللات تتكلم سعر الدولار في البنوك المفروض واحد تلاتين جنيه من الدولار الواحد. فما ينفعش ان سعر الدولار في السوق الموازي يكون فوق السبعين. نحن نتكلم على فجوة كبيرة جدا. لو مصر هتعمل تعوين لازم تخفض اسعار السوداء وتكليها تقارب مسلا خمسة واربعين خمسة وخمسين يا سيدي حتى. والبنك المركزي يعوم وهكذا. هي موقع الشرق بلومبرد. وده اللي انا اكتر موقع بعتمد عليه في تحليل الاقتصاد المصري. وهنقل لك هو الراجل بيقول لك. بيقول لك هل في تعويم الفترة القادمة ولا مفيش تعويم. الراجل قال لك طبعا في تعويم. وفيه خمس مؤشرات او ازياد بتدل ان فيه تعويم الفترة القادمة. ايه هم خمس مؤشرات. قال لك اول مؤشر بص على اشارات صندوق الناد. ده اول حاجة لازم تبص عليه. الاشارات اللي طالع من صندوق الناد بتقول لك حصل مراجعة اولينية للكرد اللي مصر حصلت عليه. وتاني حاجة بص على تصريحات مديرة صندوق الناد اللي عمالة تتكلم ان فيه مفاوضات مبشرة جدا. الكارد جديد جاي لمصر. والكارد الجديد ده هيكون بحدود اتناشر مليار دالر. اصلا. او على اقل تقدير حيتخطق العشرة مليار دالر. ده سوف من المنزول على نمبر. لكن ما يمكنني اقوله هو ايجبت من الاختال بشكل واحد حتى الانتصال دين ان حاجة لم تقومن بهم ممتع تجسزي. او بشكل واحد و الارتخار البحثي اول اشارة ان صندوق النقد بتده يتكلم ان خلاص احنا مش بس عملنا مراجعة لأول كارد الدينال مصر اللي هو بتاتة مليار دولار لا ده حتى فيه كارد جديد جاي في سكة خبس ولازم تعرف ان صندوق النقد مش هيديك كارد جديد بدون ما تعاوم العملة بتاعتك لان ده الشرط الاساسي والست اللي هي مديدة صندوق النقد كل ما تطلع تتكلم تقولك عوامه العملة لازم تعاومه العملة فلو احنا منتكلم على كارد جاي المصر حيجي بعد التعوين مش قبل التعاوم بس ده اول حاجة. تاني حاجة اللي عاوز تعرف. اه هل فيه تعوين 어 لا? بس على اسعار الفايدة. الشرق بتقولك بص ان البنك المركزي مصري قبل اي تعوين بيرفع اسعار الفايدة بتاعته. ولو خدت больك رافع اسعار الفايدة مرة دي جيه بشكل كبير. طيب. المفاجأة في تقفير الشرق بتقولك ايه? بتقولك كالي بالك ده ممكن ما يكونش الرفع الوحيد له اسعار الفايدة. ممكن البنك مركزي يرفع عصارف فايدة تاني. ما يبقاش رفع السعر ده. لا لا ممكن يرفع الفايدة تاني. قبل التعويق. طيب. ايه تلت حاجة? قالك تلت حاجة بص على الطروحات الحكومية. هتلاقي مثلا ان مصر حاليا بتتكلم انها عاوزة تبيع راس الحكمة. وان الامارات دخلة في الموضوع. وعلى فكرة الموضوع ما طلعش اشعة ولا حاجة. ده الامارات بالفعل دخلة وحتشتري راس الحكمة. دخلة تاخد نسبة كبيرة جدا من راس الحكمة. واللي تأكد الموضوع ده هي تصريحات حكومية رسمية ان في مفاوضة. تقرير الشرق بلومبرج بيبدي تحفظه على حاجتين. اولا ان الصفقة دي هتتم امتى? يعني الصفقة بتاع الطروحات الحكومية كلها? هتتم امتى? توقيت مهم قوي. تاني حاجة هتتم قبل التعويم ولا بعد التعويم? بس لازم تعرف ان الطروحات الحكومية دي هامة جدا لتوفير سيولة. ولو الامارات بتتكلم في صفقة فيها اتنين وعشرين مليار دولار لازم تعرف انها صفقة مش هتتم باثنين وعشرين مليار دولار عالتربيصة. يعني لأ هيكون في دفعات لتنفيذ موضوع راس الحكمة ده. وتاني هو موضوع حقيقي للغاية. مجرد ان الخبر طلع سعر اه الدولار ابتدى ينزل. بس ده اول ما طلع موضوع راس الحكمة ده. فالراجب بيقولك ان الحكومة جادة في الطروحات الحكومية. المعوق الاساسي لطروحات الحكومية ومناجحها لازم تعرف هو موضوع التعويم ده. لان ما فيش مستثمر حيخش لك ويشتري اه اي مشروع الحكومة بتطرحه وهو عارف ان فيه تعويم. هيقولك لأ قاعد اشتتنى. يعني زي ما السعودية عملت. قالت لك لأ احنا مش هتكش ننفذ الحاجات الكتيرة اللي حكون عاوزين نستثمر فيها في مصر ويهل لما نستنى التعويم. بصلا مش عاوزين نخسر. رابع حاجة الجريدة او موقع بيدل عليها بيقولك اقتراب شهر رمضان. واكيد الحكومة عاوزة تعمل التعويم ده قبل شهر رمضان ما يخش عليها. لان مش هينفع ان الحكومة تسيب سعر الدولار في السوق الموازي بالشكل ده. وانا اختلف مع الموضوع ده. يعني خلي بالك اه لو الحكومة عملت تعويم دلوقتي هيحصل تضخم جامد جدا في السوق. نصف. فما اعتقدش ان الوقت يسمع ان الدولة تعمل تعويم وتحاول تكافح التضخم في نفس الوقت. فظل تلات اسابيع. انا ما اعتقدش حاجة زي جدا. اخر حاجة الرجل تركز عليها. وهو الحاجات اللي انا قلتها على حضرتك في بداية الفيديو. ان الحكومة بتحاول تسيطر على السوق السودة. وتحاول تحاصر المضاربة في العمر. لا. في محاربة لتجار السوق السودة. حتى الاساس نجيب سويرة اصطلع التارية وقال لك مسك واحد بينتين وخمسين دولار. خاص. فكان في نوع من انواع السخرية. بس الحكومة بتحاول تحارب السوق السودة. او اه تحاول تحجمها امنيا. مش انها بتوفر دولار. لا بتحاول تحجمها امنية. فدي مؤشرات تدول ليك ان فيه تعوين. خاص. بس انا حضيف عن موضوع ده. ايه اللي حضيفه عليه? الحقيقة انا حضيف مؤشر الرجل ما تكلمش فيه. وهو رفع الحد الادنى للاجور. اللي عملته الحكومة. حكومة قلت لك الحد الادنى للاجور ست الاف جنيه. الموضوع دي هتطبق من مارس القادم. يعني في رمضان. خاص. الجريب في الموضوع ان بعض الناس اللي هتقالت لك الحكومة عشان تطبق الحد الادنى من الاجور هتطبع اموال او هتطبع فلوس. يعني هيعمل تضخم. لما تضخم ده بيجي ان الناس كلها تبقى معاها فلوس كتيرة. ما معناه ان هيحصل تنافس على السلع الموجودة حاليا. فيعمل تضخم. فالحكومة قلت لك لك. انها مش هنتبع فلوس. الموضوع ده جاي من الموازنة العامة للدولة. معنى الموازنة العامة للدولة ان ما فيش تطبع فلوس. او ده اللي قالوا اه الخبير الاقتصادي هاني جنينا. هو قال كده. فكده او كده ان لما الحكومة ترفع لحد الادنى من الاجور هي بتقهب المجتمع او بتقهب السوق ان هيحصل تعويب. واخد بالك بس بالنقطة. الحد الادنى للاجور ده اتنفذ على خمسة مليون موظف في اه القطاع الحكومي او بيشتغلوا في الحكومة. ما تنفسه على القطاع الخاص. ليه ما تنفسه على القطاع الخاص? لسواب بسيط جدا. ان رجال الاعمال حاليا مش بيكسبوا المكاسب الكبيرة. بالعكس الشركات حاليا فيها مشاكل كبيرة اوي. فما ينفعش الحكومة تفرض كمان انها ترفع لحد الادنى للاجور في القطاع الخاص اللي في تلاتين مليون موظف. وتقول اه رجال الاعمال اسرفوا كمان. وهم اصلا عندهم مشاكل نتيجة لعدل توفر الدولار. وعندهم مشاكل كتيرة قوي في القطاع بتاعهم. فالحكومة ما جدش ناحية القطاع الخاص. بس هي حاول تتحكم في الناس اللي تحت ايديها او الخمسة مليون موظف اللي تحت ايديها. فحتة ان الحكومة ترفع لحد الادنى لاجور ده مؤشر انها هيحصل تعوين. وده مؤشر خطيل جدا. طيب هل صندوق النقد موافق على قرار زي كده? ان الحكومة ترفع لحد الادنى لاجور موافق. وبلاعد سواهو بيشجع على حاجة زي كده. ده برضو اللي هياله موقع الشرك بلومبرج. تاني انا مش بحاول انسب تحليل لنفسي. انا مش بتخصص اقتصاد. انا مجرد ان انا بدء لحضرتك هما بيقولوا ايه? فموقع الشرك بلومبرج بيأكد على وجود تعوين قريب جدا. السؤال. ليه مفيش تعوين? ما هو ده السؤال المهم. ليه الدولة ما تعويبش? هي في سبب بعيد خالص عن شهر رمضان. وفي سبب بعيد خالص عن سوق المصر. هو سبب حرب جزة. حكومة ممكن تكون مستنية. ان حاليا في مفاوضات لتبادل الاسرة. ومفاوضات دي ممكن ينجم عنها. او تتسبب في هدنة. لو حصل هدنة في حرب جزة لازم تعرف ان فيها هيبقى جهود دبلوماسية لانهاء الحرب. لو الحرب دي وقفت هيرجع لك معدلات السياحة السابقة. السياحة عندك تشتجر لان السياحة وقفة في سينة نتيجة حرب جزة. وديك شايف السواريخ اللي وقعت على دهب ونوابع نتيجة قصف الحوثيين ليلات. فدلوقتي السياحة آآ معدلاتها مش قد كده. تاني حاجة قناة سويس ترجع تشتجر لان الحوثيين هجمتهم في باب المندب بتتم على السفن الاجنبية اللي مفروض جزة توقف المفروض اللي حوثيين هقفوا هجمتكم المفروض للسفن هدير رجع تاني شركات الشحن ترجع نقلات النفط والغاز تقبر من قناة السويس ودي حاجة تبقى عظيمة لان خد بالك النهاردة تم الاعلان ان قناة السويس فقدت كرابة خمسمائة مليون دولار من ارباحها. خمسمائة مليون دولار من ارباحها. وده تقييم مبدأي كده. تقييم مبدأي. يعني الموضوع لسه مكمل. حرب شغال. فالحكومة ممكن تكون مستنية. عشان تعمل اصلاح. انها تعمل تعويم. ممكن تكون مستنية حرب جزة. او ممكن تكون مستنية المفاوضات اللي بتجرح حاليا في القاهرة. بين الرئيس المخبرات الامريكي. بين اللي هو عباس كامل. بين رئيس الوزراء القطري. والمفروض الصهاينة اللي المفروض سحبوا وافدوهم وقالك من شاجعين تاني. بالمناسبة خبر ممكن يكون سياسي. له علاقة بالاقتصاد شوية. رئيس المخبرات الامريكية هدد نتانياه وفقا رصحيفة اكسيس او موقع اكسيس بيتكلموا ان رئيس المخبرات الامريكية ويليام بيرنز قال ان امريكا ممكن تتخذ اجراءات بشكل احادي ضد اسرائيل. لو ما نفستش عملية تبادل قصرة او هدنة لمدة خمسة واربعين يوم او ده اللي بيسروا لي حاليا. هي المفاوضات دي معقدة شوية. نتانياه مش عاوز يمشي فيها نتانياه وشايف ان هو عاوز يكمل تعاملات عسكرية وشايف ان حشر سكان غزة في مطلة رفح هي فرصة سهبية. ان الراجل لازم يخلص بها. يخش رفح ويخش بعملية عسكرية يا اما يقتل الفلسطينيين يا اما الفلسطينيين يخش رسينا ويرتاح. فهي دي حاجة هو نتانياه بيلعب عليها. كده او كده مصر مستنية او بتراهن ان عملية تبادل القصرة دي ممكن يحصل عندها هدنة وممكن تبقى بداية لنهاية حرب جزة فيعملوا تعويم على حاجة صح. ما يبقاش يعمل تعويم والحاب لسه شغالة فياخد الجنيه وينزي. فهو ممكن يكون مستني الحرب. فيه خبر حضرتك لازم تعرفه. البنوك الحكومية حاليا ابتدى يبقى عندها نهج كده غريب شوية. وخبر ده انا بالنسبة لي كان مفاجئ. ايه النهج ده? البنوك الحكومية بطلت تدي كروض في سبع قطاعات. ايه السبع قطاعات? بص. اول قطاع الاسمن. تاني قطاع السياح. خد بالك ما بيدوش كروض للشركات اللي شغالة في قطاعات دي. اسمنت. سياحة. حديد. عقراء. اسمدة. احلاف سيراميك. طب الحكومة ما بتديش كروض في الحاجات دي ليه اوقفت الكروض في المجالات السبع دي دين. قال لك تعال بص. قال لك سياحة. لو انت اديت كاردة دلوقتي ما انت شايف وعارف ان معدلات السياحة في مصر بتنزل مش بتطلع. نتيجة حرب غزة. طب بنوك دلوقتي لو اديت كاردة في المجال ده ممكن اه ما تعرفش تلم الكاردة او ممكن اللي حياخد القاردة حيتعثر. لان قطاع السياحة معدلاته بتنزل مش بتطلع. فالرهان فيه حيبقى خاسر. تاني حاجة تعال بص على قطاع الانشاءات او العقرات. لو خدت بالك حتلاقي القطاع ده سبعة وتلاتين في المية منه مكون دولاري. والدولارات مش متوفرة اصلا. فليه مول مشاريع انشائية ويدي كروض عليها وهو حاجة مش مقبولة. لان الدولار مش متوفر في السوق. المشكلة انه انه حرك لو يعني المشكلة ان الشركات دي لما بتيجي تسعر بتسعر حتى اعلى من السعر التاني مش سعر مش الواحد وتلاتين يعني نفترض هو تمانية وتلاتين عربعين زي ما يكون يعني اه هو بيجي سعر بيسعر نسبة فوق ده. فهو لو لو تساب طبعا هي لوحة مندرش تتكلم قوي عن الدولة لانه امش عارف هم ظروفهم ايه بالضبط. طيب تعال بص على الاسمدة السيراميك حديد التسليح. قال لك والله الناس دي كلها بتعتمد على حاجتين. اولا بيعتمدوا على غاز وبيعتمدوا على استيراض الطاقة بشكل او باخر. والموضوع ده في مشكلة نتيجة لعدم التوفر الدولار. تاني حاجة بيستوردوا مواد خام زي الحديد مثلا. بيستورد مواد خام من الخارج ومفيش دولارات كفاية. فالناس دي الانتاج بتاعها ابتدائل. فما ينفعش ان احنا ندي كروض او نتساهل في كروض للقطاع بتاع حديد الاسليح او الاسمدة او السيراميك. الناس دي بتعتمد على الطاقة وبيستوردوا مواد خام مفيش دولارات ناصلة. فالبنوك مش عاوز اتراهن او تجازف باعطاء كروض في الحاجات دي كلها. فده كلام مهم جدا. طيب نخش بقى في الرواية الاساسية وده اللي انا جاي اتكلم معك فيه رواية ناصف ساويرس. ناصف ساويرس هو الراجل الاغنى في مصر. سرويته تمانية مليار دولار. يعني لو نجيب ساويرس سرويته ستة مليار دولار. والراجل مفروض قوي جدا في استثماراته. لازم تعرف الناصف ساويرس ده هو كينج. يعني ده الراجل الاغنى في مصر. وبالمناسبة ناصف ساويرس ده بكلش خاص. يعني انها ده لما تلاقي دي تصريحات صحفية. الراجل طلع عمل حديث مع جريدة فيانانشل تايمز البريطانية. طلع قال لهم انا حليم بفكر انها ابيع اصول او او سي اي. وببيع اصول اللي فيها. بالمناسبة صحيفة فيانانشل تايمز لو جيت قريت في المقالة كده هتلاقي بيقول لك الراجل ابتدى يبيع اصول بالفعل. في الشهرين اللي فاتح. وخلال ستة اشهر من العام الماضي. وافقت الشركة على بيع اصلين مهمين في قطاع الاسمدة. تبلغ قيمة كل منهما نحو ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار. الى شركة بيترول ابو ظبي الوطنية. وشركة كوك للصناعة الامريكية. يعني وراسكم ابتدت تبيع اصول في مصر. شركات. وصول زي ايه? قال لك والله يبص على الصفقات الاخيرة اللي عملها ناصف ساويروس. هتلاقي ان هو باع اه شركات لكوك الامريكية. وآآ باع اللي شركة اه اماراتية اللي هي شركة ابو ظبي ادنو. خاصة. باع لهم اصول. خاصة. معنى كده ان الواجل عمال يبيع. ليه ناصف ساويروس? بيبيع. وليه فجأة كده بيقولك انا حوزع ارباح على حملة الاسهم في وراسكم. ايه اللي حصل? هي اللي حصل ما تم الشرح كويس جدا في فينانشل تايمز. بالعكس استلزم ان احنا نبحس ورا من موضوع ده. ايه اللي خلى ناصف ساويروس فجأة كده? عاوز يسيل ويعمل بيع ويبقى معه بلوس مايبقاش مع اصول. قال لك له سبب واحد بس. في واحد ورا من موضوع ده. هو مين? مستثمر امريكي اسمه جيف اوبن. جيف اوبن. الراجل ده مستثمر امريكي موليد الف تسعمائة اتنين وستين. مفيش معلومات كتير عنه. غير ان هو ناشط استثماري. يعني ايه ناشط استثماري? او مستثمر ناشط. والله ده معناه ان هو صديق لبيئة او بينشط في مجال البيئة. حس. الراجل ده فجأة كده اشترى خمسة في المية من شركة القابدة. حس. وابتدى يتكلم مع عائلة ساويروس. وابتدى يقترح عليهم قال لهم بصوا. انتو السندات بتاعتكو دي. او اه الاسهم بتاعت شركة قراثكم مقومة اقل من قيمتها السعرية في السوق. ليه? لان المستثمرين مش حاوزين يخشوا يستثمروا في الاسهم بتاعتكو. لان انتو معظم الشركات اللي تحت يديكو هي شركات يا اما انشائية يا اما في الاسمدة والكيموات والكامل ده كل. لأ. انتو لازم تنوعوا مصادر بتاعتكو. طيب هيعملوا ايه? قال لك والله يسيل او بيع الشركات او الاصول بتاعت ايدك دي. واستثمر في حاجة تانية. ناصف ساويرس نفسه هو بيتكلم لصحيفة انها احنا عائلة بتحب المخاطرة والانشاء. يعني احنا لما تخش مجال بنبني فيه. الناس بتعبونا يعني. هو مش قصده بونا ان هما بيبنوا عقارات. لأ هو قصده ناس بتعبونا ان هي بتخش بتستثمر ولما بتخش قطاع او مجال بتحب تبني فيه. ده اللي قاله ناصف ساويرس. هي ناصف ساويرس في كلامه لصحيفة الظاهر جدا ان هو اخد برأي جيف اوبن. وعاوز يدوع في استثماراته بدل ما بيستثمر في العقارات والاسميدة والكامدة كله. وعاوز يستثمر في حاجات تانية. زي ايه مسلا? ممكن وده توقع. زي مسلا ان جيف اوبن ده عاوز يستثمر في مجال البترول او النفط. طيب. شركة قراسكم دي. هي شركة قابضة تحتها شركات. طيب. الشركة دي ناصف ساويرس حسيته ايه? حسيته اربعين فيرمية منها. باقي عائلة ساويرس. حسيتها دي ايه? اربعتاشر في المية. طيب. او دي. هل بتصفي حاجاتها في مصر وماشية? لا. هي بتنوع استثماراتها. بتخرج من مجالات استثمارية بتخش في مجالات تانية. الشركة دي هيبقى معها سيولة كتيرة جدا. هتخش فيها بمجالات تانية انها مش هتهرب ببرا مصر او هتخرج برا مصر. خالص. بس لازم بتعرف ان اي خبر عن ناصف ساويرس بالزاد. بالزاد الراجل ده بيعني مشاكل في السوق. ليه? اولا لان انت عندك اخ وناصف ساويرس بازغط. اللي هو سميح ساويرس. سميح ساويرس قال لك ايه? قال لك يا ماشا انا مش حساس مرتاني انا رايح السعودية. انا السوق هنا مش عجبني انا رايح السعودية. يعني ببص جديا ويعني بتفاوض حاليا على كزا حاجة في السعودية لان هي دي منطقة وعيدة جدا. والحصل هناك دي يعني السورة في جميع المخيص لان انت اللي ما تغير كل حاجة يبقى ثورة. او مش صارت الثورة تكون بالسلاع. نجيب لأ. نجيب ساويرس قال لك انا مكمل. انا واخد اسهم في شركات للتنقيب عن الدهب وعملت عقود مع الاقومة المصرية وبنقب عن الدهب. وقال لك انا مخلي خمسين في المية من صروتي بالدهب. مقوامنا بالدهب. هلس? والباقي بستثمر فيه. ناصف ساويرس الوحيدة ما تكلمش. فلما يطلع يتكلم دلوقتي يوليك والاي اصد الشركة او سي اي دي بتصفي الاصول بتاعتها وعاوز اتنوع استثماراتها. لحد ما تدخل في استثمارات جديدة لازم تعرف انها هتعمل مشكلة في السوق مصر. لان ده ناصف. ده سروة تمانية ميديار طولار. ده حد مش سهل. على فكرة ناصف ساويرس عنده اسهم في نادي اسفن فيلا. ناصف ساويرس عنده اسهم في شركة قديدس. ناصف ساويرس حد مش سهل. فالراجل ده كل ما يتكلم او يعمل تصريحات. لازم تعرف ان الراجل ده بيهز السوق بشكل او الاخر. فلاصف ساويرس حاليا عاوز يصف في استثمارات وينوعها. يخش في حاجات المجالات الجديدة. كده او كده. اه شركات اه ساويرس او عائلة ساويرس هما اه عائلة مصرية. ومشفناش منهم ابدا. حاجة وحشة تدور الاقتصاد المصري. خالص. وانا واحد شخصيا يعني. بتشرف ان انا كد اه بشتغل في شركة وشركة دي شركة محترمة جدا. فتاني هما بيعملوا تنوع في الاستثمار مش بيصفوا اصولهم ومشيين. بس عشان تعرف المقالة اللي اتقالت في فينانشل تايمز والراجل اصدو ايه بزرد. دي اخر الاخبار على الاقتصاد المصري. نشوف القائم القادمة اللي حيحصل. وحنشوف الكنيه هيوصل لكام. خاصة ان احنا على بعض ثلاث اسابيع من جهر رمضان. اللي هو الاختبار الحقيقي للحكومة. يا رب انصر مصر. يا رب انصر العرب. ويا رب انصر الفلسطين يا رب. تحية مصر. سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يامين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين اشتركوا في القناة